دلوقتي سنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء بصحبة زميلتنا لميا حمدين لميا شكرا لك مصطفى الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جيريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل للعراق في ظل الظروف الحالية جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره الرئيس السيسي مع الرئيس العراقي برهم صالح حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بمصار الحوار والتفاهم وإعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أي اعتبار حفاظا على أمن واستقرار وسيادة البلاد وفي اتصال آخر مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي تابع الرئيس السيسي تطورات الموقف الراهن على الساحة العراقية معبرا عن وقوف مصر بجاند دولة العراق الشقيقة لدعم استقرارها وأمنها أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق وأعرب الرئيس السيسي عن حزنه لما ألت إليه التطورات الحالية في هذا البلد الشقيق الذي تربطه بمصر أواصر تاريخية وطيدة من الأخوة والعروبة كما أكد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامت شعبه الشقيق داعي أن أكافت الأطراف العراقية إلى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي تعطيل العمل في المؤسسات الدولة اليوم مع استمرار فضرة حاضر التجوال في العاصمة بغداد يأتي ذلك في الوقت الذي ثقتت فيه قضائف هاون على محيط مقرات تابعة للعمليات المشتركة داخل المنطقة الخضراء ببغداد التي شهدت اقتحام متظاهرين للقصور الرئيسية ووقوع اشتباكات مسلحة أصفرت عن مقتل عشرين شخصا على الأقل أعلن مدير الوكالة الطاقة الزرية رافيال جورسي أنه في طريقه وفريق مفتشين عن الوكالة إلى محاطة زبرجيه جنوب أوكرانيا وقال جورسي على تويتر أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الزرية باتت في طريقها إلى زبرجيه خلال الأسبوع الجاري مؤكدا ضرورة حماية أمن أوكرانيا وأمن أكبر محطة في أوروبا وتتبادل موسكو وكييف للتهمان باستهداف محاطة زبرجيه للطاقة النووية قال المستشار الألماني أولاف شولتس أن ألمانيا ستكتاز الشتاء المقبل بشكل أفضل مما يعتقده الكثيرون بفضل الخطوات التي اتخذتها لتأمين إمدادات الطاقة وأوضح شولتس خلال مؤتمر صحفي في براغ مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فييالا أن الأولوية العليا للحكومة هي التغلب على تكاليف الطاقة المرتفعة للأسر من خلال تقديم مساعدة محددة الهدف ومشيرا إلى أنه متفائل لأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات المنصقة قريبا حيال أسعار الكهرباء المرتفعة تطلق الأمم المتحدة والحكومة الباكستانية رسميا اليوم نداء للحصول على تبرعات قيمتها 160 مليون دولار لتمويل مساعدة طريقة لباكستان التي تعرضت لفايضانات عارمة وقال ستيفان دوجرياك المتحدث بإذن الأمين العام للأمم المتحدة أن الواضع في باكستان يزداد سوءا مع استمرار هطول الأمطار هذا ويكافح عشرات الملايين من الباكستانيين أسوأ أمطار موسمية منذ ثلاثة عقود وأودت بحياة أكثر من 1136 شخصا على الأقل كما جرفت عددا لا يحصى من المنازل كما دمرت الأراضي الزراعية انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة